أوجد الله الخلائق من العدم ليبلوهم أيهم أحسن عمل وهو سبحانه يحصي أعمالهم ويكتب حركاتهم وسكناتهم لا يعزب عنه مفقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وقد اقتضت حكمته تعالى أن ترفع أعمالنا إليه وتعرض عليه في كل يوم مرتين وفي كل أسبوع مرتين وفي كل عام مرة فأما الرفع اليومي فإنه يكون مرة بالليل ومرة بالنهار ففي الحديث يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل وأما الرفع الأسبوعي فيكون مرة في يوم الاثنين ومرة في يوم الخميس فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أتركوا هذين حتى يصطلحا وأما الرفع السنوي فإنه يكون في شعبان من كل عام ففي الحديث أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم فإذا كان يوم القيامة نشرت الصحف ونصبت الموازين قال تعالى ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقد دلت النصوص على أن الذي يوزن ثلاثة أشياء الأعمال وسجلات الأعمال والعامل نفسه فالسعيد حقا من رجح إيمانه وثقل ميزانه والشقي حقا من خف ميزانه فعظم خسر عنه قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ومن ثقلت من خفت موازينه خفت موازين في تقلل أماكن